اثالث صباحا الواحدة بتوقيت جرينيتش موجز اخباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الثابت لامن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وخلال لقائه مع رئيس وزراء العراق محمد شايع السوداني اشار الرئيس السيسي الى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الاصعادة لا سيما ما يتعلق بمكافحة الارهاب وترسيخ الامن والاستقرار اصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي اعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع اطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات والاسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين بالاضافة الى مواصلة العمل في اطار الية التعاون الثلاثي مع المملكة الاردنية الشقيقة اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها القوية والمتميزة مع دولة الامارات الشقيقة بقيادة الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة والحرص على مواصلة التعاون المثمر والبناء في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ ابو ظبي محمد الشامسي صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان اللقاء تناول مناقشة افاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ ابو ظبي لا سيام في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ اعربت السيدة انتصار السيسي قارينة رئيس الجمهورية عن سعادتها البالغة بالحديث مع سيدات مصر الملهمات كانت السيدة انتصار السيسي قد شاهدت احتفال اليوم العالمي للمرأة تحت شعار المرأة المصرية ايقونة النجاح حيث اكدت ان مبادرات دعم المرأة مثل دوي ونورة تهدف لزيادة وعي الفتيات وتمكنهن من مواجهة التحديات كما كرمت السيدة انتصار السيسي عددا من النماذج المصرية الملهمة سجل احتياطي النقد الاجنبي ارتفاعا عند مستوى 34 مليار و352 مليون دولار بنهاية فبراير الماضي واشار البنك المركزي الى ان صافية الاحتياطات الدولية ارتفعت من مستوى 34 مليار و224 مليون دولار بنهاية يناير السابق بزيادة بلغت 128 مليون دولار نجحت هيئة قناة السويس في تعويم سفينة الحاويات MSC اسطنبول بوسطة قاطرات الهيئة لتستأنف السفينة عبورها بالقناة مرة اخرى ووجه رئيس الهيئة الشكر الى مجموعة ادارة الازمة من الاطقم العاملة بادارة التحركات من المرشدين ومراقب الملاحة ومركز الحركة والاطقم العاملة على قاطرات الهيئة للتعامل مع الموقف الطارئ باحترافية دون التأثير على حركة الملاحة بالقناة اعلن الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينيسكي ان قوات بلاده تخوض معركة مؤلمة وصعبة في مواجهة القوات الروسية في منطقة دومباس بشرق البلاد حيث تقع مدينة بخموت التي يشهد محيطها معارك ضارية واشهد زيلينيسكي بشكل خاص بشجاعة وقوة وصلابة الجنود الذين يقاتلون في دومباس مضيفا انها واحدة من المعارك الاكثر صعوبة نهاية الموجز والمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كور الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة ولكم تحياتي عمر شهاد